المترجم للقناة المتواجدة في الساحة الليسر من محافظة نينوة الآن مثل ما شفتوا أجريتوا زيارة ميدانية لبعض المراكز الانتخابية الموجودة في الساحة الليسر تم تأمين الحماية لهذه المراكز والعملية تجري بانسيابها عالية جدا نطمئن كافة أهالي الموصل أهلنا في الساحة الليسر بأن العملية الانتخابية ستسير وفق ما مخطط لها وفق الخطط الممنهجة التي وضعت من قبل مقر قيادة الفرق 16 ولا جهزة الأمنية الأخرى المتجاح في المعاة